ولكن المباراة بكرة قادر أقول لك تموحات والشكل الجديد يعني اللي هي الروح اللي تقدر تقول عليها الوقتية يعني طب فنياً بقى يعني كلمنا فنياً برضو كابتن عاد يعني الإسماعيلي بيلعب إزاي النادي الأهلي ممكن بكرة خلي بالك ممكن بكرة هل بايلر ياخد حساب ماتشين يعني يعمل حساب إن أنا عندي الإسماعيلي وبعدها ثلاث يام الاتحاد فيعمل روتيشن للعبة معينة يعني ممكن من دلوقتي محدد أنا حبدأ ماتش الإسماعيلي بلعيبة وحبدأ ماتش الاتحاد بلعيبة تانية هو أفتكر يعني من وجهة نظري المتواضعة إنه فيلر عنده ستة بونت يحسن بيوم دوري فممكن يلعب الإسماعيلي والاتحاد بالأساسيين أو خلاص ما يعملش روتيشن في الوقت ده لإنه عنده بطولة أفريقيا تأجلت فهتبقى بعد شهر فيبقى عنده وقت كافي إنه هو يعمل إعداد كويس بالمباريات اللي جاية ويريح بقى زي ما هو عايز ولكن فرقية الإسماعيلي يمكن أنا قلت لك قبل الفاصل احنا اتكلمنا على تغيير سبعة من التشكيل الأدم سوالإحضار اللي عملوا في آخر تشكيل ليهم مع المقصة يمكن غير العجوز وحمص غيروا باهر كان بدأوا يعني بدأوا مباراة مصر زي لعب محمد مجدي كحالس مرمى لعب البدري ولعب محمد عمارة وابراهيم أبو زيد ولعب أسامة إبراهيم وعماد حمد وعمر الوحش وحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ولعب اتنين شلونج المحترف فاللي أنا عايز أقول لك إنه هو التغيير السبعة ده تقدر تقوله وغير طريقة اللعب وما كانوا دايما بيلعبه أربعة أربعة واحد واحد دلوقتي بدأ اللعب بيها المارتش اللي فات لعب أربعة اتنين تلاتة واحد ما افتكرش إنه هي العقلة قدام النادي هيرجع على أربعة واحد أربعة واحد أنا 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 حاسب كده لأنه تشكيلتو نفسها وهيلعب بآخر ناس اللي كسب بيهم فالمباراة هاي يعني هيبدأ بنفس التشكيل اللي نهدي ها أكيد يعني لأنه عندك تشكيل خسران خسرة كبيرة من المقصة وعندك تشكيل كذبان مكسب كويس وعندك مدير فني هيتفرج عليهم فأنت هتبقى في حيرة أنت ما تقدرش ممكن تجيب حد من اللي هم خسروا أو ممكن تستعين بواحد لو هتغير طريقة اللعب ممكن أفتكر إنه هو يستعين بحد دفندر فوس المنب عشان يلعب بأربعة لأنه كان بيلعب هو باتنين والأطراف التلاتة اللي هو قدامهم قدامهم الرأس هاربة فأكيد هينزل بالاتنين اللي تحت ممكن عبد الرحمن مجدي هيبقى متواجد لأنه الوحيد اللي كان متواجد هو ومحمود البدري والاتنين اللي كانوا متواجدين في المبارياتين يعني ومحمد عمر فأنت بتتكلم في أنه ممكن الحتة الدفاعية بتاعت نادر الإسماعيلي هتزيد قوي نادر الإسماعيلي كان واقعي جدا في مرات مصر رغم ده نادر الإسماعيلي بس بدأ جاب الجوني الأولاني وبقى يلعب على هجمة المرتدة قبل كده كان بلعب كرة طويلة مش كرة الإسماعيلي علشان كده مساعدتش الإسماعيلي مع المدرب اللي مشي ومع أدهم بعدها لما توارث أدهم الأمر كانت كرة طويلة كرة طويلة فأفتكر أن المباراة هتبقى فيها صعوبة شوية النادي الأهلي هيتصادم مع فرق عندها طموح تعمل أداء كويس وده مدرب جديد والحاجة التانية المهمة أنه كمان يؤدي الأداء اللي هو ما بين المقصة وما بين الأهلي